مرحبا بمشتريكي سابورانيت اليوم ان شاء الله ربنا نعطيكم ملخص صغير على الدرس الأوليني في مادة الفيزياء اللي تلاني السنة الثامن الأساسي وهو الكتلة الحجمية اذا نبدو اول حاجة بالتعريف شنو معلتها الكتلة الحجمية الكتلة الحجمية نرمزولها برو اذا وتعريف متاحة اذا الكتلة الحجمية هي حاصل قسمة هي حاصل قسمة كتلة كمية معينة من مادة ماء اذا على حجم نفس المادة نفس يعني الكمية على حجم نفس الكمية ونرمز لها بي اذا رمز الكتلة الحجمية هو رو نرمز لها برو اذا هكيات تكتب رو فاهمنا اذا رو قلنا اللي هي اذا حاصل قسمة اذا رو يساوي حاصل قسمة كتلة كمية الكتلة هي الماس على اذا الحجم اللي هو في الفلوب فاهمنا اذا الواحدة متاحة رو هي كيلو جرام بار متر كوب شو ما انتها لهنا يعني الكيلو جرام في المتر المكعب لكل متر مكعب وإلا جرام بار سنتيمتر كوب يعني الجرام في السنتيمتر المكعب بالسنتيمتر المكعب إذا الماس بالكيلو جرام والفولوم بالمتر مكعب فاهمنا؟ اذا هذي القاعدة متاع الكتلة الحجمية هنا يفهم ملاحظة مهمة انه الكتلة الحجمية تتغير بتغير درجة الحرارة والضغط اذا تتغير تتغير الكتلة الحجمية لجسم المتجانس اذا صلب او سائل او غازي بتغير وتغير Bears تتغير بتغير درجة الحرارة او الضغط kings اذا اذن اه رو هذه الكتلة الحجمية هي إذن تتأثر بتأثر الحرارة والضغط إذن التمبراتور إيبريسيون معانتها رو هالي ان فونكشون نعطيكم هنا تاي إيباي نعطيكم كلك كلمات بالفرنسية لخطر الدرس هذا يتعاود إن شاء الله في الثانية ويمين باللغة الفرنسية ردوا بينا رو الكتلة الحجمية ما هي شيئة بيت هاي الكثافة فما فرق بين الكتلة الحجمية والكثافة فهمنا هناك فرق بين الكتلة الحجمية وياه باه إذن شنو هو الفرق الكتلة الحجمية nämlich هي رو هي M على V معانتها ما فهمنا معانتها هو الكتلة ولكن الكتافة هي شنو الكتافة هي النسبة بين الكتلة الحجمية لجسم الماء والكتلة الحجمية للماء إذن الكثافة هي النسبة بين الكتلة الحجمية لجسم الماء إذن الجسم هذا بطبيعة صلب أو سائل والكتلة الحجمية للماء تفهمنا؟ نعطيكم بعض الكتلة الحجمية لبعض المواد نبدو بالبعض الصخور إذن نأخذ الكتلة الحجمية لبعض الصخور كما ننول هنا مثال كما قطين إذن الكتلة الحجمية متاعها 1700 تبيع الوحدة هنا كيلو جرام للمتر المكعب نأخذ مثال الرمل 1600 نأخذ الرخام إذن الرخام ما بين 2650 و 2750 فاهمنا؟ نعطيكم الكتلة الحجمية لبعض المعادن رغم ما تحفظوهم شادو ما مهمش للحفظ ولكن باش نبين لكم إنه الكتلة الحجمية تتغير بتغير يعني المادة مثال نأخذ الأليمنيوم أليمنيوم الكتلة الحجمية متاعه 1700 مثال الذهب 9300 كيلو جرام للمتر المكعب الواحد مثال الحديد إذن الحديد 7800 فاهمنا؟ نعطيكم إذن الكتلة الحجمية لبعض المواد البلاستيكية 6.6 إذن الكتلة الحجمية متاعه تتراوح ما بين 1200 و 1120 فاهمنا؟ نعطيكم الكتلة الحجمية لبعض السوائل إذن كما الماء الكتلة الحجمية متاعه 1000 هدايا نحفظوه الماء يجب أن نبدو عارفينها لخطر مش نختم بها برشة في التمارينات نجمعتي هنا معطا إذا كان معطاها لنش فاستحقناها إذن هي 1000 كيلو جرام للمتر المكعب الواحد إذن الحليب 1030 زيت الزيتون زيت الزيتون 920 فاهمنا؟ نعطيكم إذن الكتلة الحجمية لبعض الغازات إذن كما الأوزون اللي هو الانتروى دونك الانتروى هو 2.14 كما السيو دو ثاني أكسيد الكربون هو 1.9769 كما إذن الكتلة الحجمية لبخار الماء اللي هو الهج دوزو إذن 0.5977 تعمنا؟ قلنا عفواً الكتلة الحجمية رو هي M على V الام هو الماس معناتها الكتلة والحجم هو V الام كيفش نطلعه هنا الام ناخده ميزان عادي ونقيسه الام الام الماس معناتها إذن اللي هنا معناتها كيفش نطلعه الماس إذن باستعمال ميزان ننقيسه الماس متاعنا بالنسبة للحجم V عندي وسائل متعددة يعني لقياس الحجم متاعنا متبعه الجسم السائل يفرق عن الجسم الصلب بالنسبة للجسم السائل كيفش نطلع الحجم ناخذه إذن اللي هنا نوعاء متاع اختبار بورق وإلا موجودين في المختبرات ونحطوا السائل ونقرأ التدريجة مثل عندي هذي الوعاء مهيل موجود برشة ونستخدمه في المخابر تحط الجسم السائل متاعك ونقرأ مثل الوصول اللي هنا هو يبدأ مرقب تقرأ مثل ستة أو لا تفهمنا؟ وتسجل الحجم متاعك بالنسبة إذن للكتلة لجسم السائل تبدأ عمدكم الميزان اللي هنا إذن مش نعتيكم صورة تقريبية هذا يمثال الميزان بتاعنا جينا هنا تحط الوعاء متاعك فارغ فهمنا تحط الوعاء على الميزان فارغ وبعد تحط الميزان في السفر وبعدك نضع الميزان على السفر ثم نوضيف العينة وبعد نحط السائل متاعنا ونقرأ إذن مباشرة يعني نقرأ مباشرة الفالور اللي هنا الموجودة غاديك هذيك باش تعطيني إذن نحط الفال اللي نحب عليه غاديك إذن نقرأ مباشرة ومن هنا باش تعطيني الام إذن من الميزان إذن حتيت مثال أنا عندي 20 مليلتر نحط هنا 20 مليلتر ونطلع الماس متاح إذن للكتلة الحجمية للأرسام الصلبة إذن الكتلة متاحة بواسطة ميزان إلكتروني أو ميزان ذي كفتين كيف كيف نحط الجسم الصلبة متاعي ونقرأ بالنسبة للحجم إذن الحجم فيما طرق متعددة باش نطلع الحجم متاع الجسم هنا كيفش باش ننقيس الحجم ناخد الوعاء متاعي إذن هذا هو الوعاء التباعة إذن يبدأ مرقم هنا ونحط فيه كمية معينة من الماء بحيث نعرف إنه الكمية هذي كان بعد كيف نحطه جسم الصلب باش يغطيه نحط هنا فيزيرو نسمىها فيزيرو هي كمية الماء ومن بعد تاني نعمل إنجي ندخل الجسم الصلبة متاعنا إذن هنا عندي الوعاء وندخل الجسم الصلبة إذن ما سيحدث هنا ندخله بشوية 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 يتحلم فيزيرو مثلا الحجم بشوية 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 حجم الجسم الصلبة متاعنا إذن حجم الجسم الصلبة نسمى V يساوي VTI الا VZO فهمنا فتباعة جسم الصلبة يستحبط هنا القعر بالمخبر الكأس وانجي نرجع الحجم جسم الصلبة متاعنا اكيد التجارباتية مش تخدموها في المخبر بتاعكم اتنجموا حتى في المنزل لتجربوا وحدكم تابعوني على السابورانات شاء نصالح لكم بعض التمارينات اللي يتيفهموا بها درس متاعكم